اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نأتي الآن إلى قراءة الآيات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم نأتي الآن إلى معاني الكلمات تحبط أي تبطل الأعمال أو تبطل يغضون أي يخفضون امتحن أي اختبر ومحص الحجرات هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فاسق الفاسق هو الخارج عن حدود الشرى نبأ بمعنى خبر هام تبينوا أي تثبتوا وتأكدوا لعنتم أي لوقعتم في المشقة والهلاك الراشدون بمعنى المهتدون السالكون طريقة الخير صورة الحجرات صورة مدنية آياتها ثمانية عشر تتضمن حقائق التربية الخالدة وأسس الأخلاق الفاضلة حتى سماها بعض المفسرين بصورة الأخلاق والآداب سميت هذه الصورة بالحجرات لأن الله تعالى ذكر فيها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحجرات التي كان يسكنها زوجاته رضوان الله عليهم لذلك سميت الصورة بصورة الحجرات سبب النزول يعني ليش نزلت صورة الحجرات أو ما هي الأحداث التي رافقت نزولها ورد أن بعض الأعراب الجفا قد جاءوا إلى حجرات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه يا محمد أخرج إلينا فأنزل الله تعالى الآيات أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى الحارث بن ضرار زعيم قبيلة بني المصطلع لقبض ما كان عنده من الزكاة التي جمعها من قومه فلما صار الوليد واقترب منهم خاف وفزع حيث كان وبينه وبينهم شحناء زمن الجاهلية فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة طبعا هم ما عملوش زي هيك هو اللي حكي هذا الكلام لأنه خاف منهم فهم بعض الصحابة بالخروج إليهم وقتالهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآيات شرح الآيات الكريمة أولا ضرورة الالتزام بأمر الله تعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين ويقول لهم لا تفعلوا أمرا من أمور الدين إلا بإذن من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون موافقا لشرعه ولا تبتدعوا أمرا خارجا عن الشرع يعني ما تألفوش حاجات جديدة في الدين ما هياش موجودة فيه ولا تقضوا في شيء إلا بما قضاه الله ورسوله وراقبوا الله تعالى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه واعلموا أن الله تعالى سامع لكل قول عليم بكل فعل مطلع على كل سر وجوب توقير الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا الله تعالى بتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته والحديث معه ويقول إذا خاطبتموه فتأدبوا ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ولا تجهروا عنده بالكلام كما يجهر أحدكم لصاحبه بل وقروه وقدروه وتأدبوا عنده لأن الله تعالى شرفه بالنبوة وأكرمه بالرسالة وميزه عن الناس بالإصطفاء وجعله خاتم الرسل وأكرم الخلق وهو إمام الأولين والآخرين فبالتالي يجب توقير الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب أن نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لألا يبطل الله ثواب أعمالنا ويذهب أو يذهب أجورنا ونحن لا نشعر بذلك ويخبرنا الله تعالى بأن الذين يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بخفض أصواتهم إذا خطبوه أولئك الذين محص الله تعالى قلوبهم واختبرها وأخلصها لطاعته يعني هدول الناس اللي ربنا امتحن قلوبهم واختبر إيمانهم أو اختبر إيمانهم وتصديقهم بالرسول وإيمانهم بالله تعالى لهم منه العفو عن ذنوبه إيش النتيجة اللي رح يطلقوها إن ربنا رح يعفي عن ذنوبهم والصفح عن خطاياهم مع الثواب الجزيل والأجر العظيم على طاعتهم له تعالى يعني ربنا رح يعطيهم جزاء ما عملوا في الدنيا وجزاء احترامهم للرسول صلى الله عليه وسلم كما يخبر الله تعالى رسوله الكريم بأن الذين ينادونك من وراء الحجرات برفع أصواتهم بجفاء حيث ينادونك باسمك مجردا قائلين لك يا محمد اخرج إلينا وكان ذلك في وقت الظهيرة هؤلاء أكثرهم لا يعقلون الأدب معك ولا يفهمون حقوقك على الأمة ووجوب توقيرك على كل مسلم يعني هدول ناس جهلة أعراب أميين ما بيعرفوا الأدب وما بيعرفوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات فبالتالي هم ما بيعرفوا قيمة الرسول وحقوق الرسول وإنه لازم نوقر الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أن هؤلاء الذين ينادونك من وراء الحجرات صبروا وانتظروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم عند ربهم يعني لو هدولا قاعدوا يستنوا بدون ما ينادوا عليك بصوت عالي و بقلة أدب لكان هذا الإشي أفضل لهم عند الله تعالى طيب ليش لأن الله تعالى أوجب عليهم التأدب معك والله غفور رحيم لما حصل منهم من سوء أدب طبعا الله بيغفر لهم وبيرحمهم على سوء أدبهم ليش لأنهم جهل ما بيعرفوا أو جاهلين بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما يجب عليهم وهو رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بالعقاب على ما فعلوه من إخلال بآداب الخطاب يعني ربنا ما عقبهم مباشرة ولكن رحمهم وغفر بهم كيف يكون التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه طبعا التأدب مع الرسول كان أيام الصحابة لما كان الرسول عايش طب في أيامنا هذه كيف التأدب مع الرسول بيكون أولا تصديق النبي والإيمان به ثانيا الالتزام بسنة النبي ثالثا حث الناس على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الآية بتتكلم عن ضرورة التثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام فيوجه الله تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو برسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بضرورة التثبت والتأكد من صحة الأخبار التي ينقلها الفاسق يعني لازم نتأكد من الأخبار مش دغري أول ما واحد يحكي لي إيش أسدقه وعدم تصديقه قبل التثبت خوفا من الوقوع في إيذاء إنسان بريء بناء على خبر الفاسق فيحصل الندم على ذلك عشان ما نظلم الناس وما نظلم إنسان بريء ما عملش إشي لازم نتأكد من الخبر اللي اسمعناه بالأول أيضا الصورة ذكرت فضل الله تعالى ونعمه على عباده المؤمنين يخبر الله تعالى عباده المؤمنين ويقول لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معكم ويسعى فيما ينفعكم وأنتم قد تقعون فيما فيه ضرر عليكم جهلا منكم والرسول صلى الله عليه وسلم يمنعكم من ذلك يعني الرسول يمنع المؤمنين من الضرر ولو وفقكم في كثير مما تريدونه لوقعتم في المشقة يعني لو الرسول يرد على الناس لا الناس تعبوا وقعوا في المشقة ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان فسهلت عليكم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمله وزينه في قلوبكم فامتثلتم أمره وكره إليكم الكفر به وقبحه فآمنتم به وكره إليكم الفسوق فهجرتم معاصيه وكره إليكم العصيان فكرهتم الذنوب وتبتم منها وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون الذين أدركوا الهدى ونجوا من الهلاك لأنهم عرفوا طريق الحق فسلكوه وهذا فضل من الله تعالى تفضل به عليكم ونعمة منه جاد بها عليكم والله عليم بمن يشكر النعم ويطيع المنعم حكيم في تدبير شؤون الخلق على أحسن طريقة طبعا عندي الأنشطة اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين مجاوبة نشاط الأول بدنا نرجع لصورة الأعراف الآية 157 وندون ما ورد فيها من واجبات تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحترام والتقدير طبعا آية الأعراف فيها أنه حتى يكتمل الإيمان في قلب المسلم لازم نحب الرسول أكثر ما بنحب أنفسنا ونحترمه ونقدره بالإضافة إلى محبة أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين ومحبة ما بعث به والدعوة إليه أيضا لازم نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ونوقره وهذا الأشي من واجبات المسلمين نرجع إلى أحد كتب التفسير ونكتب تقريرا عن قصة الوليد ابن عقبة الوالدة في الآية السادسة من الصورة والعبار المستفادة منها يعني بدنا نكتب القصة اللي صارت مع الوليد والعبار المستفادة منها طبعا زي ما إحنا شايفين هذه هي القصة اللي موجودة عندي في الأسفل حل النشاط الثاني أو سؤال اتنين في النشاط فبالتالي أنا رح أترككم تطلعوا على القصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نأتي الآن إلى حل أسئلة التقويم نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي سميت صورة الحجرات بصورة الأخلاق والأدب أو الآداب معنى قوله لعنتم أي لوقعتم في المشقة التأدن مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وعدم رفع الصوت عنده علامة على التقوى التثبت من صحة الأخبار المنقولة إلينا يؤدي إلى محاربة الإشاعة ويعزز الثقة أذكر سبب نزول الآيات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أن بعض الأعراب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجرات زوجاته وكانوا ينادونه يا محمد أخرج إلينا السؤال الثالث وضح معنا قوله تعالى أي لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكم به وقيل المراد بين يدي الله أو بين يدي رسول الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان بجلالة محله عنده يعني المفروض الشخص ما يتكلم أو بيقطع بأمر معين وهو بين يدي الله ورسوله طبعا إن ذكر أو ذكرت كلمة الله مع الرسول لتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والدلالة على جلالة مكانته عند الله تعالى فبالتالي مش لازم الناس يقدموا بين يدي الله ورسوله يعني مش لازم إنهم يحكموا أو بيقطعوا بأمر بدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أبين عاقبة رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر عنده بالكلام يبطل ثواب الأعمال ويذهب الأجر مع عدم الإحساس بذلك يعني لما شخص بيرفع صوته عند النبي العمل تبعه بيبطل أبين من هم الذين لا يعقلون في قوله تعالى أكثرهم لا يعقلون طبعا هم الذين لا يعلمون الأدب مع الرسول ولا حقوقه على الأمة الإسلامية أعلل ضرورة التثبت من الأخبار التي ينقلها الفاسق قبل إصدار الأحكام ليش لازم نتأكد من الأخبار؟ خوفا من الوقوع في إيذاء إنسان بريء بناء على خبر فاسق فيحصل الندم بعد ذلك أستنتج ثلاثة من الدروس والعبر المستفادة من الآيات الكريمة الوالدة في هذا الدرس أولا التثبت من الأخبار عند سماعها والتأدب في حضرة رسول الله وعدم رفع الصوت أيضا عدم التقديم على كلام الله ورسوله والأخذبه يعني ما نتكلمش فوق كلام الرسول أو أكثر من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما نألف حاجات من عنا غير موجودة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة